والتفاصيل والأرقام والله أنا كنت متحمس أتفرج على تشافي وبرشلونة وخصوصاً أن الماتش كان فرصة بلتيكا برسا فرصة زهبية للبرسا أنها تتأهل وما تعقدش موقفها في التأهل للمباراة بير ميونيخ فكنت متحمس أتفرج على تشافي وفعلاً تشافي فاجئني بتغيير كده شوية في حساباته التكتيكية واستغنى عن 4-3-3 المعتادة لبرشلونة والمعتادة لشافي اللي كان عالطول بيلعبها في النادي مع بيب جوارديولا ولعب 3-4-3 لعب بتلات مدافعين أروخه وبيكيه ولونجليه فكنت عايز أشوف تشافي وأفكاره لقيت أن فيه تطور عن مباراة إسبانيول فيه فيه لعب أفضل من برشلونة فكنت متحمس شوية عن مباراة تشيلسي واليوفي قلت أشوف برشلونة وعجبتك الممباراة؟ برشلونة قدم عرض قوي جدا قدام اليوفي تشيلسي 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 فريق داخل حقيقة أعمل شجل عالمي مع تشيلسي هو فريق متكامل بصراحة تشيلسي يعني أنت ما تقدرش لو شفنا الأهداف الأربعة من كرة سابتة بيجيبوا من تصويبات ريس جيمس بيجيب من تواغلات جوه المنطقة من تواغل جوه المنطقة فأنت ما تقدرش تشوف تشيلسي أي نوع تضعفه وتقف أصادها أو توقفها ده غير أنه هو فريق دفاعي صالب جدا أقل فريق في الدورة الإنجليز دخل فيه أهداف آخر تقريبا عشر مرشاد دخل فيه ثلاث أهداف بس في دورة الأبطال دخل فيه هدف ففريق متكامل توخل يمكن عنده شوية الحتة بتاعت أنه هو كمان في تصرحاته بعد المتش قال أنه عندي مشكلة في اختيار اللعيب عندي حيرة دايما في اختيار اللعيب هو بيعتمد على المنظومة ما بيعتمدش على الأفراد شفنا لعب قائد في الفرقة زي سيزر أسبليكويتا مش موجود لحساب لعيب شاب زي تشالوبة في خط الدفاع واللي هو اللعيب اللي قدر يسجل هدف الأول وبيقدم عروض جيدة جدا شفنا في خط الهجوم بعدم وجود روميلو لوكاكو ما بيأسرش على خط هجوم تشيلسي في المباراة اللي فاتت في الدوري بيدفع بماونت وهافرتس ميسون ماونت وهفرتس وهوتسون أدوي المرة دي قاعد هفرتس وبيلعب زياش حاكم زياش ففي تغييرات دايما هو عنده المنظومة واحدة والأفراد هم المتغيرين حتى لو شفنا الأجنب عنده ريس جيمس أو تشيلويل لو لعب ألونزو في مكان تشيلويل ما بتحسش بأي غياب فأي عنصر بيغيب عن تشيلسي دلوقتي ما بيتأسرش الفريق فدايما أي خصم بيواجه فريق تشيلسي بيلاقي صعوبة كبيرة اليوفي بقى لو تكلمنا النحية التانية اليوفي ده يحسب الحياة